بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت في علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكارت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم تحكوا مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرنت تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من برا شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة عم يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا عن استبيلتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكتر من هالشخص لانه عندك اوراق روحية هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او ايش مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لها مشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لها الشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتين سكس او كوبس الستة بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكارت بيحكي عن التوازن بالاخد والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن السكس او كوبس بتحكي عن المشاعر فممكن تكون من العالم الروحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحستية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفك هون تضغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفك من جوا او بتتبع عواطفك من جوا مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتوا حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر رامنسيك عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صادت في عينك انتو هالشخص من نسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه في بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم في شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تتركوا اشياء قديمة ايضا مشاقن اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها للك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنيم بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي ذا سان كارد بتحكي عن براءة داخلية بها الشخص وهو من جوه شخص يعني بيور شخص بريء شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش ام با المستقبل ليش في عندو هال خيبة هالخسارة ليش عم يحس انو في فرصة ضاعت من بين ايدو او عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هذا الوراق وقعت تحت بس بدي يجيبه ورائك عم بتطير يا برج الحوت فندي لخطة الدك مرة ثانية طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون في عنده شخصين او قرارين بده ياخذ منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه الكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من امره عاطفيا لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر فيه شخص اخر هون بحيات هالشخص مبين انه فيه عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن هرضو الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او سارق في التاروت ففيه اشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالت بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرضو الحب هيدا مش صادق انا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس بي خسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره شخص مش عارف مين يعطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عارض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا بنا نشوف لانه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبنا نشوف شو هي شو رح تتركه بالضبط هم اوراق كتير حلوة لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين الشخص عم يتعامل مع شخصين عنده فكرتين بده يختار منهم the moon card ورقة اسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا برج السرطان او ممكن هاي اسرار بينكم ومخباية the emperor ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بانه ممكن انت اذا عم تحس انه هالشخص في عنده او هو العكس ممكن يكون اذا هو عم يحس انه في حدا بحياتك وانت عم تحس انه في حدا اخر بحياته ممكن انت توصل الى الى منطقة او الى نقطة انك تاخد موقف صارم بانه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الاخر انا بتوقع شخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده اطراف اخرى لانه الاوراق متشابهة فهمت عليه فانت عم تحس انه في اسرار بالعلاقة عم تحس انه في مشاعر مخباية وانت بدك توصل الى توضيح او بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل انت رح تجبر هالشخص او رح يصير في بينكم متواصل بحيث انك تحكي لهالشخص انه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي انت بتحطه او رح تترك العلاقة او رح تترك التواصل امشور لانه انت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح عاطفيا ما بدك اسرار هون ما بدك اشخاص اخرى بالتواصل ايضا يعني انت امشوفك مصمم امشوفك امتخذ قرار وعم تمشي وراه ما بدك الشخص الاخر يكون معه شخصين او يكون في حيرة من امره وعم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد متل ما انت بتعطي بدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك ايضا ولكن فيه رح يكون ايضا ممكن يرمز الى انه رح يكون فيه رحيل عن الاسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل الى اتخاذ قرار بانه يترك الشخص الاخر او يترك او الطرف الثالث مثل ما بنحكي لانه مبين انه علاقته معك او مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن ايضا الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريفك عم يستغل عم يستغل ببراءة وطيبة هالشخص وكونه انه بيحب انه يكون عادل ومنصف لانه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بتلاعب بالحكيم فهو بتعقدكم المشتركة عم شوف انه هالشخص رح يصر الى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين او على علاقة فاشلة بينكم يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الاخر لانه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الاسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الاسرار رحيل عن اذا كان في طرف ثالث او اي لخبطة بالموضوع لانه مبين انه انتو التنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون واطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الاشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل بيحتاج وقت ممكن انت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه انه في حدا بدائرة اصدقائه او باطرافه انت ما بتحبه او بتشوف انه طاقته لانه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحس بتحس بنوايا الاشخاص الاخرى حتى اذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الابراج المائية الابراج المائية بتحس اكتر ممكن تقرأ او تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة فهمت عليه فممكن انت ايضا تشوف انه بتعرف انه هالشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عمية اللهر بانه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة او انت بتشوف هالشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية اوكي حبايبي ف يعني بالمستقبل عم شوف انه هو رح يوصل هالشخص الى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث اوكي حبايبي برج الحوت اوكي حبايبي برج الحوت اذا عم تستنى الى الى رسالة او حكي من هالشخص او تواصل بينكم عم شوف انه هو فقط بهالفترة بيحتاج الى فترة وقت مستقطع يوزن الامور او يحل اموره اوكي حبايبي برج الحوت بتمنى القراعة تكون فادتكم وحبيت القراعة اذا حبيت الويديو لا تنسى تحط لي لايك كومنت شار وسبسكيب ان شاء الله رح شوفكم في وديو افادن فترة اشتركوا في القناة